نحن بنقول للأهالي ونقول للكنايس لما تلاقوا حد عنده موهبة أيا كانت تبنوها عشان الموهبة دي ممكن تبقى موهبة نادرة في وجودها لكن اتواجدت فلما نميها زي ما احنا شفنا واحد بتان من موهبة اللي عنده وبعدين بيبقى لي كيان في المجتمع بيعلم آخرين فالموهبة اللي عنده تنتشر وبدل ما يبقى فيه بطل واحد أبطال كتيرة مش بس في الكون جفوه الحقيقة في جميع أنواع الفنون اللي ربنا ما ديها للإنسان زي ما أقول موسيقى الفن جميع أنواع الفنون في كل واحد لي الموهبة والطاقة الهائلة اللي قدر يطلعها يمكن عايزين ندي كلمة كده لشبابنا اللي هما ساعات بيجي عليهم لحظات ضعف لحظات صعبة جدا أنا محدش هيبقى مؤمن بموهبتي محدش أنا فين اللي هوصله وفين هبقى معرفش زي مين أو زي مين يعني إزاي ندي له روح حلوة كده طاقة إيجابية المثل بيقول امشي مع الحكماء تصير حكيما امشي مع الناجحين تنجح مثلهم فأنا بنصح ما تسمعش كلام واحد مش ناجح اسمع كلام واحد نجح في الفكر بتاعه هتلاقي مية في المية لكن لو واحد يلاقي ناس محبطين للمواهب وقدرات اللي عنده أتمنى أنك تقول له خليك في حالك وانا في حالي إلا إذا هو عنده استعداد يحول طاقة الفشل اللي عنده إلى طاقة نجاح وفي كتير على فكرة كده أنا شفت ناس يعني كان يقول أنا مش نافع في كذا مش نافع في كذا لكن لما دخل في المجال الآخر اللي توجه ليه برع فيه براعة هائلة جدا مفيش واحد على وجه الأرض ما عندهش موهبة مفيش لكن الشطارة زي بتقول يكتشف موهبته ولو اكتشفها بدري بينميها بدري اكتشفها متأخر آه هتلموا وكل حاجة لكن عايزة بوجود أكتر من اللي اكتشفها بدري وعندنا المواهب ملهاش حدود مواهب كتيرة جدا فيه مواهب عقلية يعني واحد تقول له حاجات حسابية هو يعمل حاجات رياضية فكر رياضي مش بس الحساب رياضي فيه فيه ناس بسرعة يعني أنا فاكر احنا في كلها كان دكتور كان يكتب معادلة يقول دي ملهاش اللي حل لواحد كان فيه طالب يقول لا دي ليها ست سبع حلول الله جبتها منين وخوش تغل طلع شرحا الدكتور الدكتور بسط يعني فيه قدرات عقلية فيه قدرات بدنية فيه قدرات زهنية في المواهب يعني كل واحد والمواهبة اللي ربنا يدهل بس اتمنى عندك مواهبة نميها على قدر مستطاع ويمشي مع ناس نجحوا فيها لكن لما تمشي مع ناس دخلوا المواهبة وفشلوا ممكن يسببوا لك احباط ترجمة نانسي قنقر